تحت وطأة الجفاف وانعدام الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية يعيش سكان قرى مجمع حمرين في محافظة ديالا ظروفاً صعبة تدفعهم إلى ترك المنطقة هرباً من الهلاك نحن أهل الحمرين أبسط الناس كل العالم فغرة يعني عايشها ببساطة العالم تشاهد عايش على البحيرة يعني البحيرة من صار بها الجفاف أثر عليها أثر على الفغير يعني كان السمش مع البحيرة باثنين ونص أو بثلاثة آلافين باع الفقير يقدر يأكل من جفاف البحيرة في العالم بعد ظلت لا حول القوة جفاف بحيرة حمرين كان كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني لدى أهالي المنطقة لكن ليس هناك من يشعر بمعاناتهم من المسؤولين الزراعة هلكت عندنا يعني ضحفت يعني أنزل من خمسين بالمئة يعني طن الشعير صار بثمانمائة وسبعمائة وثمانمائة وسبعمائة هذا الحيوان بيش عنا راح نربيه طن الخالة صار بسبعمائة ألف يعني ما نقدر هادسة أي ماكو حلال يعني نسبة راحت وخاجرت الناس ورغم حالة الجفافة التي تمر بها المنطقة يشتكي سكان قرى مجمع حمرين غياب الخدمات وتردي الواقع الصحية عندك بعض البيوت ما وصلها لا مي لا وصلها خدمات لا شارع تبليط يعني وهوية ناس تعاني من الخدمات فالناس تدور يعني دور ما ماكو الناس تريد يعني بعض الشباب قاعدة يعني لا شقل لا عمل يعني الناس تريد مثل ما العمل طوب شارع كله يعني حاصل يعني شارع كله ما بيحتاج لخدمات المركز الصحي عندنا يعني هواي نقصات فيه من ناحية الكادر من ناحية العلاجات من ناحية صلاة الولادة نحن دائما نشتكي هذا الشي نحن مثل يصير عندك حالات طارئة بالليل تروح خفار ما تلقى تلقى مثل مضمد أو شي بس ما ما يقدم لك اللي تريده حال قرى مجمع حمرين ينطبق على معظم مناطق محافظة ديالة التي كانت يوما ما سلة العراق الغذائية